السلام عليكم اليوم جايب لكم الطريقة الصحيحة لتنشيط الويندوز او الوفيس طبعا الطريقة لكل الاثنين مع بعض مثل نفس التطبيق طبعا اول قبل كل حاجة نذهب لجوجل كما تشاهدون هذا عندي بجوجل افتحه بعد ذلك ابحث عن الاسم هذا كما تشاهدون يتفكرني هذا الصفحة اقوم بالدخول على اول صفحة هنا بعد ذلك كما تشاهدون هذه الصفحة يتفكرني بهذه الطريقة قوم بالنزول هنا كما تشاهدون هنا عندي هذا اقوم بتنزيل هذا الملف بعد ذلك أقوم بتنزيل الملف هذا ينزل عندي بهذه الطريقة بهذا الشكل كما تشاهدون ملف مضغوط بصيغة error نعمل له فتح بهذه الطريقة الفتح له هنا بعد ذلك يتفكلي ملف ثاني مضغوط نفس الطريقة أعمل نفس الطريقة يجب علي الرمز الرمز يكون اسمه ويندوز كما تشاهدون هذه كلمة ويندوز بعد ذلك أعمل اكي كما تشاهدون يفتح لنا ملف جديد كما تشاهدون هذا هو الملف أقوم بالدخولات قبل ان افتح الملفات هذه أذهب إلى الإعدادات بعد ذلك أدخل على الإعدادات هنا 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 ندخل على التحديثات والأمان بعد ذلك أذهب إلى هنا أمان ويندوز بعد ذلك كما تشاهدون هنا عندي الخيار هذا أقوم بإغلاقه أمان ويندوز كما تشاهدون هنا عندي الحماية من الفيروسات أذهب أعمل له إيقاف كما تشاهدون هنا إدارة الإعدادات هنا عندي إيقاف كما تشاهدون هنا بعد ذلك أعمل موافق هذا موقع طبعا بعد ذلك أذهب إلى نفس التطبيق الذي نزلته قبل شوية هذا هو كما تشاهدون هنا حذف الويندوز أقوم بالاسترجاع مرة ثانية كما تشاهدون إذا ما وقفت الحماية حق الويندوز الويندوز يحذف هذه ومنعها من الفتح نهايين أول مرة أوقف الحماية في الويندوز بعد ذلك أفتح هذا كما تشاهدون هنا عندي الأخير هذا أقوم بفتح هذه الطريقة بعد ذلك أعمله هنا موافق بعد ذلك كما تشاهدون تتفكى لنافذة هنا هذه النافذة كما تشاهدون هنا هنا عندي الخير الأول Activity Activity هنا كما تشاهدون هنا عندي Activity Windows الخير الأول والخير الثاني Activity Office إذا كنت أريد شي اسمه تنشيط الويندوز أعمل هذا الخير الأول إذا كنت أريد تنشيط على الأوفيس أعمل الخير الثاني أنا سوف أعمل الخير الأول بعد ذلك أنتظر هنا كما تشاهدون إلى أن يتم القراءة هذه بعد ذلك هنا يكتب لي 6 فول خلاص يعني اكتفت لهذا بعد ذلك أشوف العلامة المائية التي تتيتين في سطح المكتب أو في الإعدادات اختفت كما تشاهدون العلامة المائية تطلي هنا حتى في الإعدادات تكون موجودة هنا هنا في صفحة الخيارات الرئيسية تكون موجودة هنا في هذا الفراغ تحت هنا لكن الآن اختفت عني لأنه قمت بتاسمه وبتنشيطه كما تشاهدون أذهب الآن أتأكد من التنشيط كما تشاهدون هنا كما تشاهدون كما تشاهدون هذه هي كتب لي هنا 6 فول اكتفت 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 يعني خلاص هنا تم التحديث بنجاح وإذا نفس الأوفيس نفس الطريقة وخلاص كذا كله تمام بعد ذلك أرجع إلى نفس الإعدادات هنا أذهب إلى الإعدادات بعد ذلك الصفحة هذه بعد ذلك أدخل إلى التحديثات والأمان بعد ذلك أذهب إلى نفس المكان هنا أمان الويندوز بعد ذلك هنا الحماية من الفروسات والمخاطر بعد ذلك هنا تعمل خيارات المس هذا تشغيل بعد ذلك أعمل هنا موافق كما تشاهدون الآن لا يوجد تحمل أعمل هنا فحص صريع خلاص هذا هو الشرح بكتصر أعجبكم الفيديو أرجوك بالفيديو وإشتراك بالقناة معكم فازل وصابي وإلى اللقاء